في حاجة جيدة حسين الشحات عنده حالة معنوية جيدة هقول لحضراتكم ليه بعد شوية السفر الوصول للمطار برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي ببقى حريصه انه يستقبل البعثة كلها مع وصوله لمطار القاهرة هو لسه بمازال بيعاني ببعضا من اثار البارد مع اللقاء مع النجوم مع اللعبين مع افراد بعثة النادي الاهلي يا رب ان شاء الله تروحوا ترجعوننا بألف سلامة وانتوا راجعين كده كسبانين ومبسوطين وفرحانين بأمر الله وعملين حاجة كويسة حاجة طليق بالنادي الاهلي كما هي العادة زي ما عودتونا دائما كولر وجهازه المعاون في استقبال كابتن محمود الخطيب الذي لا يتأخر عن البعثة في اي وقت من الاوقات ورضى المترجم لمستر كولر ثم باقي اللعبين والاحترام والحب والعلاقة الطيبة اللي بتجمع ما بين رئيس النادي واسطورتهم الحقيقة كابتن خطيب مع باقي بقى نجوم الفريق الحقيقة وهم بيسعدوا جدا بوجود كابتن خطيب معاهم دي دبيس ودي كوكا ودي طاهر ودي رامي ودي كل اللعبين الحياة والجهاز الفني باخل الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي ثم الصعود الى الطائرة يعني ما بنسيبلكوش حاجة انت كاهلاوي في اي حتة في الدنيا بحب اجبها لك بالصوت والصورة عشان انا عارف في ناس كتيرة جدا تحب تعيش معنا دي هتحب تشوف الدنيا شكلها عاملة ازاي جبنالك من المران ثم الى المطار ثم الى سلم الطائرة ادي بيرسيتاو ودي كل النجوم الشحات الطبيب الباقي البعثة الاعلامية ومصطفى مخلوف مراوان عطية أبو الخير محمد عبدالله كل النجوم سمير محمد يوسف ايمن هابنا اعتذر امبرح لما قلنا البعثة كنا قلنا من غير يوسف ايمن لكن تدركنا الامر سريعا ووضحنا الامر كان خطأ من عندنا احنا لكن يوسف منور البعثة وان شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى لكل اللعبين التوفيق يا رب ان شاء الله سفرية صعبة في مباراة صعبة في مهمة شديدة الصعوبة حدش ابدا نقدر اقول غير انها مهمة صعبة جدا جدا لكنها ليست مستحيلة على ابناء النادي الاهلي والحقيقة كل الاحترام لقيادات مطار القاهرة الحقيقة ادي المهندس خالد مرتاجي دكتور محمد شوي استاذ طارق انديل وبالمناسبة الاستاذ محمد الغزاوي طبعا صاحبة كابتا محمد الخطيب بالمناسبة استاذ محمد الغزاوي والاستاذ محمد صراج او المهندس محمد صراج حيمثله الاهلي في حفل الافضل في افريقيا ان شاء الله يوم الاثنين المقبل وهيكون للشرف ان انا اكون باذن الله اذا ربنا اعطانا لعمر يعني ان انا اكون متواجد هناك وهقولك شوية كده عن هذه الاحتفالية او الجوائز عندي بعض كده الكوليس هقول لحضرك اذا اطيحت لها الفرصة اقولك الدنيا وصلت لحد فين في جايزة افضل نادي في جايزة افضل لاعب اذا اطيحت لها الظروف هقولها باذن الله بعد كده خلاص ربط الاحزمة والاستعداد للإقلاع وبعد الإقلاع وردتكو انا الوصول وخلية العمل بتبدأ من الطيارة كله بيبدأ الشغل من الطيارة محمد رمضان الحقيقة واشادة ما بعدها اشادة بعمله والحقيقة ضبطه وربطه زميل جمال جبر مدير المركز الاعلامي وكان طبعا كابتن سيمي عمصان ميشيل يانكوس يانكون وكارلوس ماهر عبدالعزيز الإداري سنوات طويلة جدا ماهر فيه الفريق الاول للنادي الاهلي دكتور جوالة رضا كل الناس في وجوه احيانا ما بتقووش عارفينها يعني واجبنا ان احنا نعرفكو كل الاسماء وزميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق للبعثة يعني هناك ان شاء الله وحنكون موجودين معاكو خلال الايام القليلة المقبلة ان شاء الله لمتابعة كل الاحداث وكل اللقاءات وكل الانفراضات ان شاء الله كابتن الفريق ونجمه كابتن محمد الشناوي حارس مرمى مصر وحارس مرمى النادي الاهلي النجم الكبير عمر السورية والشباب والوصول هناك بقى الى قطر والاستقبال بالورود والزهور كما هي العادة مع النادي الاهلي وكما هي عادة الاخوة الاحباب في كل انحاء العالم العربي وخصوصا في منطقة الخليج والحب والاحترام والود للنادي الاهلي صغارا وكبارا في استقبال النادي الاهلي واستقبال بعثة فريق النادي الاهلي اعتقد نعنالك التدريب والسفر والوصول والورود والحب والاستقبال وكل شيء جميل خاص بالنادي الاهلي لم يتبقى فقط الا توفيق المولى عز وجل والنجاح يعني دعواتنا ودعواتكم جميعا للنادي الاهلي اخيرا ده استاد 974 وهو تسمى 974 لسببين ان عدد الشاحنات التي استخدمت في بناء هذا الاستاد 974 974 شاحنة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بالاضافة الى ان الكود بتاع قطر لما تجي تفتح المفتاح الدولي هو 974 فجمعوا ما بين الحسنة دي الشاحنات اللي كانت فكرة جميلة الحقيقة ولطيفة حتى الاسم نفسه جديد لانه بدأنا نشوف اسماء حتى القنوات نفسها حتى الاندية نفسها بقت تتلاقي قناة س بي سي النادي زد حاجات اللطيفة الجميلة ملعب من الملعب الجميلة جدا ملعب من ملعب كأس العالم الله الواحد نفسه يرجع ألعب تاني نفسي أرجع ألعب تاني الأجواء الجميلة والحلوة رأي المكلسون من الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك يا أهلي كتلازم تكمل المكلسون كده بكلمة أهلي وجمال الأهلي ومتعة النادي الأهلي الأهلي متعة الأهلي جمال الأهلي احترام الأهلي نظام الأهلي انتظام الأهلي مبادئ الأهلي المنديالي ترجمة نانسي قنقر